أعلم كل السلحة لأنه هون بهالوقت هذا الدولة غروبت عن المنطقة بأون صار أنت بدك تحمي حولك بحولك كنت أنا مثلا شي خمسين ألف اشتري فيها علبة خارطوش خلي يا معي عجنب هون يوم في شغل لأنه يوم آه يوم لا تعلم يعني يا ما أطفال نتطلق خبز وشويلة نطعمية ما في حليب ما في حفاظات ما حنا يساعدها هي أصعب يوم إنه ليش عبت أوصوا على المدنية أنا طلال عيسى بشهر الأربع عالفان وعشرين وخرجت من السجن شو الدعوي كانت؟ كانت دعوة حداثة قبلة جبل تبيني عبسها ثماني سنين أنا طلال عيسى من مغالي الأربع وثمانين خلعت منطقة شعبية فقيرة خلعت بالتبيني أنا من نفوسي عكتار ربينا هون وخلقنا هون كنا عائلة فقيرة وعشين منطقة فقيرة هي المنطقة أصلا فقيرة وعائلتنا فقيرة سبعة شباب وبنتان وأمي وقبي يا أمي مش عاملت كلنا أكل يا أمي كل مرة بدأيجي مش عامل أكل طرينا نطلع من المدارس لأن نشتغل من عين أهلنا كل ياتنا يعني أنا تركت المدرسة لأن حسات أبي ماما يدفع لي ما يمعه يجب لي كتب ماما يجب لي كرطسيات قلت له لأ أبي إنه بدي يساعدك بالمدرسة بالمصروف الباب قال لي أبي ستاك صغير كان عمري تقريبا شيء 13 سنة طلعت من المدرسة قلت له لأ أبدي يساعدك شراب العدل مش عم يدخل براسة بدي أترك المدرسة بدي أشتغل شيء إلي 10 سنين مش مساوي شيء طب لأك ليه ما بتشتغل معنا بالكراج ما لك بده شراب؟ لا بس يالي حدنا بده ها في 10 سنة وشتغلنا ميكانيك جعلت طوارات على الفرق بصنا نلمخ الضوات حديد يعني من عام اشتغلت لي شيء 10 سنين ميكانيك بعدها تمت مصلحة لنهار قرأت صوت عالجيش 718 سنة أخدم وطني فتنا عالجيش أخدمنا الوطن جبوري من بعدها صرحها ملأت شغل عندنا بلا شغل بالألفان وثلاثة خلصت جلاجه 2008 سنة معورك 7 أيام هون اضطرينا نحنا نشتري بوريب لندافع عن ملطقتنا وعن عرضنا وعن بيوتنا انا كنت اشتغل بخضو كرافة واحد قلت له بدي قطعه قال لي في عندي قطعه يا شباب ماذا حبيبا؟ هل من أنتم مصاري؟ ولا هلا بس يجبنا نبهدال والله شلحتها ودي الأمر شو هتلاش وفرجيني نعم دهبة أي ان شاء الله بيقبل فيهم دهبة بحسلي بحسلي هتدهب مني حدا بحسلي بحسلي بيقبل فيهم ساك ضبهم بالجابين لا أشوفهم لا أشوفهم انا بس يصدنا بشكل عجب انتظروا هدا هشي طلع نزال ما تعتلم نزال نزال ما تعتلم نزال خلصني نزال عم بلّك نزال ما تعتلم صاف يلا رابنا مونطع شوية مورد شو يا حاج السلام عليكم طلع المرة مش كتبين مرة ولا همك خلص ولا همك معي ثلاث قطاع اذا بقيت تعطيني مرا مرحة يا برق لا لا اكيد في مصاري فرجي شو معنا فرجي تقلع بطحنا الصندوق ما يهوه؟ معنا هول يا طليل أشعدك المرة نفس الشي هذا دهب يا أخي هذا دهب بركي برازيلي يا أخي بحصو شو برازيلي بحصو ما أنا معلم دهب يا أخي ما بيسو شي ما بيسو ستين 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 دولار بيسو 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 ما بيسو شي بابتو ستفينك كيف دعنا نساق فيك بسلاحك نحنا طلع له الموني شارك كانوا أثناء البيلودة حقها 500 دولار اشتريت أنا للبيلودة وعطوني ببيناتها بقلب منها مشرط يعني بقلب منها ما في غيرها هوا صار أبي يقولي شو بتاقب على الشغلة يا أبي وما بعرف شو قلت له لا بنا ندفع عن المنطقة ما حكى شي أبي وما كان في قليل بالمنطقة سلاح شو يا الله؟ كله تمام؟ تمام جبت المصاري؟ جبت المصاري بس 600 ألف 500 دولار ما قدر تأمن غيرهم ما بيمشي الحقيقة هيك هيك البرودة انت حطها بالبيت ما بتستعمله خلنا نستعمله وندفع على المنطقة تين المصاري؟ أعلم كل السلحات لأنه هون بهالوقت هادة الدولة غربت عن المنطقة بعون صار انت بدك تحمي حوالك بحوالك أخي شي دي عنده بيرودة أعطوني إياها شهادي 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 أخي عيرني البرودة اللي عندك هاي بيرودة؟ البرودة اللي انت حطها بالخزانة عيرني إياها هيك هيك انت ما عم تستعمله بدي استعمله أنا بتدفع على المنطقة يا أخي أنا ما سليشي طالع من السجن هم بتدفع على السجن متل يلا أنت شو بتك فينين انت عطيني إياها روح روح دا روح هلا باركي إن شاء الله بتتوقف روح خدت للبيودة من أخي وصدفي عما انطقتنا صرنا نرد عليهم لأنه ما فيك تشوفهم كمان إنه بقاضي عندنا شي 500 متر يعني صرنا نقوص على الحيطان بس هم شو يقزونا إنه هنه أعلى منا صروا يضرب علينا كظائف نحنا ما عندنا كظائف وما نعبد نضرب كظائف صرنا نغد على اليوم يا شباب هؤل أهل جبل محسن إذا بفكروا أروا بنا نفرمونها إلا ما بدنا أروا بنا والله نحرق الأرض اللي بيمشى نحنا هؤلنا حمي المنطقة يا شباب والله نفضل المخازن بأهله الله حيوة أبو عمر سبع كيف البارضي معه الجنة والمخازن ملياني وكله جاهز وحش اتبدي يقول يا شباب بدنا تركيز نحنا هؤلنا أهل المنطقة ندل ندفع عنا لآخر نفاذ كان أبي وإمي يقولوا لي أنه وأهلي يقولوا لي أن تصدق على الشغلات قلتوا أنا بدي دفع المنطقة العرضي قال يا أخي شو بدنا فيه نحنا فقراء وويشين عقبنا ما يلنا وما للعلب قلت له ما فيني أنا أشوف الشواز وما فيني أشوف الأطفال ما فيني أشوف شي يعني بالـ 2011 صورت الثورة السورية هؤلنا تطرينا نجع نحمل السلاح علق السياسيين ببعضهم أبراس ميدا تطلع أبراس الشعب أهلا طلال أهلا طلال والله كله تمام من الميناء عم يجوا من الزهرية من باب الرمل عم يجوا البلد كلها معنا هذا دليل أنه مضطنا مهمة وقضيتنا حقامية خلونا ويعينهم بلاكسين ترابلس كلها معنا يعطيكنا ألف عافية سنة ننزل ندفع عم بيوتنا كي ميلة حولو لما كنا ننشتغل شو بيطلع عنا بالجمعة مثلا 100 دولار كنت أنا مثلا شيخ خمسين ألف أشتري فيها علبة خطوش خليها معي عجنة وبالبيقية أكله إشغاف فيه شو يا غالي؟ أطفال كيفا؟ ميش محال؟ كله تمام والله زفت يوم عني زفت عليكي لحيك جاي لعندك أنا قل لي شو طالبها؟ عملي معي حبتها المئة ألف بدأك تزبطلي وضع فيها بدي رصاصة أنا الوضع عنا تعيس على آخر أه مئة ألف ثمانية رصاصة نشتريهم من المخيم من المخيم بالداوي نشتريهم منهم برخاص بعلبة خلطوش خمسين ألف عشوين ألف ثلاثين ألف بس ثمانية رصاصة؟ لا تقفى معي لا تقفى معي أمري لأ الله أبو خالد أجيب لي 8 رصاصة هيا مصري هل نضعف؟ لا يرضى لا يرضى لا يرضى شكرا موفق ومنصورين يا حبيب منصورين تعيلنا طبعاً نحن معنا زخيرة هننكبها الكاب كلما يصبح معركين نقوصنا خمسة أو عشرة دوب بس أنه نحن موجودين هنا لكي لا يصبح هجوم علينا ولا شيء شباب أنتوا هدين هنا المعارك دايرة لقامة نسوان عم بطلات عم بطلات هون جوازنا صار عندنا أولاد يعني بقى 2008 وصورت الحياة الطبيعية نشتغل مطلع مئة دولار لتان ألف كان هون هون كان عندي طبت أولاد وصيتنا هلا طبت أولاد الله يخلي لي عنكن صار عندنا أولاد وصورت الجولة صورة 2012 صورت تفتح مع أورك بهالحولة هاي دي هون بقوا في شغل لأنه يوم آه يوم لا تعليق بقوا في شغل المنطقة كلها تدمر بنهار تهذى بالليلة بتشعر بنهار على الخفيف ريحة مقتل يا شباب والله مبرحك بسنهم كباس شباك ولي طالب كانك مستهوا فينا ولا خيئ يا طالب ليه جنبري على الموتسك والله أبو بعرفه فكرناش جارك لا هي يا زلامي جارة ما هي ضاعة الطاصية أصلا ما معرف مين عم بيقوص مين عم بيبلغ روح يا عمي روح فجرة بتكون قاعد طلعت كومبلة خمسة ضاية بتطلع غرشة تخصاص من فوق هيك هيك لحولة مثلا صورة مجلزة بحلب تفتح عنا صورة مجلزة بإدلب تفتح عنا هيك قضيناها يعني يا مع أطفال نفتلة خبز وشويلة طعمية ما في حليب ما في حفاظات ما حنا يساعدها ما في أكل وقت المعارك ما في أكل أنت أبشع يوم لما بيكون تفتح معركة باللال هي أصعب الشي باللال لما بتغتنزل النسوان والأولاد هي أصعب يوم أنه ليش عبت أوصوا على المدنية ليش عبتضوا بالبيوت طب معنا احترموا حرمة البات في أطفال في أبرياء في نساء سنننزلهم باللال لا تنزل كشف الغاز شي أطفال عمينا عبتغضع